بعد ثلاث محاولات فاشلة يعود أحمد إلى عائلته محملا بوجبتين صغيرتين من سقط المساعدات الجوية على غزة هكذا يقضي سكان القطاع يومهم في مطاردة طائرة المساعدات على أمل الحصول على بعض قوت عملية ويصل المساعدة إلى سكان القطاع على قلتها تشوبها الكثير من المعوقات يقول مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي إن هناك ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع السكان غزة لكن التعنت الإسرائيلي يقف حاجزا أمام تحقيق ذلك عبر المنافذ البرية النقطة الحاسمة لوصول المساعدات الكافية إلى غزة هي عبر الطرق البرية إنه أمر إجرامي إنها فضيحة مطلقة أن يعاني الأطفال من سوء التغذية ويواجه السكان المجاعة وعلى غرار موقف المفوض الأوروبي صرح السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولن بأن المشاركين في منع المساعدات على سكان غزة ينتهكون القانون الدولي فان هولن في حديث للواشنطن بوست تهمى بن كفير واسمو تريتش بالوقوف وراء هذه الإجراءات المشينة داعيا واشنطن إلى الحذر من التورط في ارتكاب جريمة حرب في غزة تنقل رويترز أيضا عن مسؤول رفيع بالخارجية الأمريكية قوله إن المجاعة محققة شمالية القطاع مئة شاحنة بحسب المسؤول الأمريكي لا تكفي لنقل ما يلزم من المساعدات العاجلة على نطاق واسع من أجل استدراك الوضع نداءات وتحذيرات دولية لا يبدو أن إسرائيل تعبأ بها ورغم أمر المحكمة الدولية لها بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة لا يزال سلاح الجوع بيدها مسددا على سكان القطاع اشتركوا في القناة